خليني اقول لكم انه الاخ ايمان نور ارتكب خطيئة فتحت عليها باب جهنم منها كفاء تركيا اعمل ايه؟ لانه ايمان نور ده مدلس العمر ومزور بعت ميل يوم 27 يناير الى المستشارية الالمانية المستشارية الالمانية يعني انا ممكن لده ابعت ميل للرئاسة الجمهورية ابعت ميل للراجل بتاع فرنسا هناك تبعا بياخدوا الميل وبيردوا عليه رد علمي فبعت ميل للمشارية الالمانية والنبي حقول الانسان في مصر ضائعة والحقينة ردت عليه الست على الميل على الميل مش الست يعني الناس اللي عنده اهو ميركل ايمان نور نتابع وضحه الانسان في مصر عن كسب وفرحان قوي ميركل بترد على ايمان نور المستشارية الالمانية بترد على ايمان نور هو بعت ميل وكزه بمحدش شاف محدش فينا شاف الرد بتاع المشارية الالمانية حتى الورد بتقول له احنا بنتابع وإحنا اصدقاء وإحنا كذا أنت في إيه ده كلام ده لعربي 21 تعالوا شوفوا بقى الجماعة بتوع الإخوان بالترياء وعلي بقوله إيه هات الود عمر عبدالهادي بقول عربي 21 أصبحت بوابة لنشر أخبار أي من نور دون تحرق أو تدخيق لمجرد أن الصحفيين يعملون في قناته وفي الموقع في نفس الوقت ينشرون ما يرسلوا لهم أي من يدعي أن ميركل ردت على إيميله الإكتروني طيب كنت فين من خمس سنين لم ترسلها ولما عرفك الجميع وعرف فهلوتك في نشر أخبار وتسويق ده عمر عبدالهادي بيترجع على أي من نور الراجل تاني بيقول أسامة عبدالعال بيقول لمبا يقابل ميركل في اجتماع مظلم والله حلو ولو كان عخيقة لنشروا اللقاء أو الرسالة المتبادلة على الأقل دول ناس مش من عندنا على فكرة دول ناس في تركيا هناك واعين مع بعض مع أي من نور